من هنا السائل وجه سؤاله ما علاقة الحج بزيارة الحسين يمكنني أن أقرب الصورة أن أقول من أن الحج بمثابة وحدة قياس فيما يرتبط بثواب وأجر وأهمية زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وحدة القياس لا بد أن تكون مجتملة على خصائص ترتبط بالجهة التي نقيسها بأية وحدة اختيرت للقياس بما أنني قلت من أن الحج بمثابة وحدة قياس في الموضوع الذي بين أيدينا فإنني سأقرأ عليكم بعضا من الأحاديث الشريفة كي تكون فاتحة لموضوعنا في هذه الحلقة هذا هو الجزء الرابع من الكاف الشريف لشيخنا الكليني رحمة الله عليه المتوفى سنة 328 هجري قمري وطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 260 الحديث الثامن والثلاثون بسنده عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه قال قال أبو جعفر إنه باقر العلوم صلوات وسلام عليه ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له على تلك الجبال على مكة ومواضع مناسكها والمراد من الجبال مرتفع من الأرض ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له قطعا إذا ما توفرت الأجواء الصحيحة والمناسبة لأداء الحج مثلا أن يكون الحج في أوقاته الصحيحة فالحج له أوقات أن يكون الحج في أوقاته الصحيحة أن تؤدى المناسك ليس بالضرورة بالدقة المتناهية ولكن أن تؤدى أن تؤدى بشكل صحيح في زمانها ومكانها وأفعالها ولو بالإجمال قطعا هناك شرط أساسي في صحة الحج وعدم صحته حضور إمام الزمان لهذا السبب كان الأئمة يحضرون موسم الحج في كل عام إلا أن يكون هناك من مانع كأن يكون الإمام في الحبس كأن يكون الإمام في مكان لا يستطيع أن يغادره كي يذهب بشكل علني ظاهر واضح للعيان إلى الحج الإمام باستطاعته أن يذهب إلى الحج من دون أن يراه أحد لكنني أتحدث هنا عن ظواهر الأمور فحضور إمام الزمان شرط في صحة الحج لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل وإنما أكمل قراءة الرواية لكم ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له فأما البر البر هو الخير فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه هذه من خصائص الحج ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له بالشروط التي بيّنتها ما يرتبط بالزمان بالمناسك التي تؤدى بنحو صحيح ولو بالإجمال زمانا ومكانا وأفعالا مع حضور إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه هذا الشأن يمكننا أن نتلمسه أيضا وبنحو واضح في الأحاديث التي وردت عنهم صلوات الله عليهم بخصوص زيارة الحسين أذهب إلى الحديث التاسع والثلاثين من المصدر نفسه ومن الباب نفسه بسنده عن جابر عن جابر الجعفي عن جابر عن أبي جعفر عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحاج ثلاثة الذين يذهبون إلى الحج الحاج ثلاثة فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر ووقاه الله عذاب القبر وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه ويستأنف العمل يبدأ من جديد ويستأنف العمل فيما بقي من عمره وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله في الدنيا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الحاج ثلاثة فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر وما تأخر وما يأتي إلى آخر عمره ووقاه الله عذاب القبر وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه ويستأنف العمل فيما بقي من عمره وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله الحديث السادس هو الأربعون من الباب نفسه وهو الباب مية وأربعة وخمسين الذي عنوانه فضل الحج والعمرة وثوابهما قرأت عليكم الحديث الثامن والثلاثين والحديث التاسعة والثلاثين سأقرأ عليكم الحديث السادس والأربعين صفحة 261 بسنده عن سلمة ابن محرس قال كنت عند أبي عبد الله سلمة ابن محرس يقول كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ جاءه رجل يقال له أبو الورد فقال لأبي عبد الله للإمام الصادق صلوات الله عليه أبو الورد يقول لإمامنا الصادق رحمك الله إنك لو كنت أرحت بدنك من المحمل لأنه قد رأى فيما سبق من الوقت إمامنا الصادق يبذل جهدا جهيدا في سعيها لأنه قد رأى إمامنا الصادق فيما سبق من الوقت يبذل جهدا جهيدا في سعيه في الحج رحمك الله إنك لو كنت أرحت بدنك من المحمل فقال أبو عبد الله قال إمامنا الصادق يا أبا الورد إني أحب أن أشهد المنافع التي قال الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم في حجهم إنه يستمر إمامنا الصادق فيقول إنه لا يشهدها أحد لا يشهد مناسك الحج مواطن الحج زمانا مكانا أفعالا طقوسا إنه لا يشهدها أحد إلا نفعه الله أما أنتم يا أشياعنا أما أنتم يا أيها الشيعة فترجعون مغفورا لكم وأما غيركم يا غير شيعتنا وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم في حياتهم الدنيوية هذه نماذج من الأحاديث التي وردت تخبرنا عن خصائص الحج الحج زيارة وزيارة متعبة جدا سفرها متعب الدخول في تفاصيل الحج ومناسكه من جهة الالتزام بالأوقات والتقيد بالأمكنة والإتيان بالأفعال والمحافظة على الطقوس بكل تفاصيلها ولكثرة الزحام ولغير ذلك من قسوة الأجواء وسائر ما يواجه الحاج حتى في زماننا هذا الذي تتوفر فيه وسائل الراحة فالحج سفر متعب زيارة متعبة لكثرة التزاماتها وكثرة تفاصيلها الحج زيارة متعبة فيها التزامات وطقوس مشخصة معينة من هنا فإن البر ينتفع من الحج وكذلك الفاجر بالشروط التي تقدمت ومن أهمها حضور المعصوم حضور المعصوم في موسم الحج وخصوصا وخصوصا أن يكون حاضرا في يوم عرفة فأهم مناسك الحج عرفة الحج عرفة هكذا ورد في أحاديثنا الشريفة كل ذلك يشير إلى أهمية هذا الموقف إلى أهمية موقف عرفة أنا لست بصدد الدخول في تفاصيل الحج لكنني أردت أن أضع بين أيديكم نماذج من أحاديثهم الشريفة في خصائص الحج فمثل ما قلت لكم الحج زيارة وسفر فيه مشقة والتزامات بأزمنة معينة وأمكنة محددة ولابد أن يؤتى بأفعال ولابد أن يلتزم بتروك ولابد أن تتم المحافظة على طقوس بعينها كل هذا يشكل لوحة الحج من جملة خصائص الحج هذا أن البر ينتفع منه وأن الفاجر ينتفع منه فالبر ينتفع لآخرته ودنياه والفاجر ينتفع لدنياه هذه أهم الخصائص الإجمالية العامة لوحدة القياس هذا فإنني قد قربت لكم الفكرة بصدد وبشأن علاقة الحج بزيارة الحسين قلت من أنها بمثابة وحدة قياس نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر